إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرت من أكمامها وما تحمل من أمسى ولا تغعو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد وغل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغلوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد غراء مسته ليقولن هذا لي وما أغن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريغ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أغل ممن هو وفي شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاط وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم وما أنت عليهم ببكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السغير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدصل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اقتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه تبكلت وإليه أنيب فاطغوا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يلغأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرى على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واتقم كما أمرت ولا تتبع أهباءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ذا حظة عند ربهم وعليهم غرب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميدان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفطون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهذا القبيل العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم فرى الظالمين مشفطين مما كسبوا وهباقع بهم والذين آمنوا وعملوا صالحات في غوات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفغل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا صالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله رفور شكور أم يقولون افتغى على الله كذبا فإن يشاء الله يقم على قلبك ويمحو الله الباطن ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات القدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا صالحات ويزيدهم من فوله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرط لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آيابه قلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من بابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيابه الجبال في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيغللن رواكد على وهره إن في ذلك لآياب لكل صبار شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا وعلى ربهم يتبكدون والذين يجتنبون تبائر الإسم والفواحش وإذا ما غرضوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شغرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتطرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأدعوه على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يغلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن طبغ وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يغلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مطيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرض له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيرات إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يقلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عطيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء عجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء منه ولي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله سصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون وإنه في أم الكتاب لدينا لا علي حكيم أفنغرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهابا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تصرجون والذي خلق الأسباج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على غهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يقلط بناكم وأقساكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما غرب للرحمن مثلا ول وجهه مسودا وهو كظيم أبا من ينشأ في الحية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من عم إنهم إلا يفرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باطية في عطبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لأولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتصد بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبغابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتطين ومن يعش عن ذكر الرحمن نخيغ له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرطين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسبع الصم أو تهدي العمي ومن كان في غلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتطمون أو نرينك الذي بعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يوحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها فأقضناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لموتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يمتسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يا أفلا تبصرون أم أنا قيض من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسابرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسطين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآقلين ولما غرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما وربوه لك إلا جذلا بل هم قوم حصمون إنه بإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدب مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقتلت الأعزاب من بينهم فبيل للذين غلموا من عذاب يوم أليم هل ينغرون إلا الساعة أم تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا قوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزبادكم تحبرون يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكبر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها قادرون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قالدون لا يفتروا عنهم وهم فيه مبلسون وما غنمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسبع سرهم ونجفاهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارة الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن فألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حالي والكتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتطب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تبلوا عنه فقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إننا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهبا إنهم جند مغطون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منغرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم متبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما قلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما قلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأفيم كالمهن تغني في البطون كغني الحميم خذوه فاعتلوه إلى سباء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتغون إن المتطين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإسترق متقابلين كذلك فزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فولا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسغناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تمنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي قلقكم وما يبس من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحط فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستقررا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فغله ولعلكم تشكرون وسقر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يغجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وحضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم دعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائغ للناس وهدى ورحمة لقوم يوطنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سباء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السموات والأرض بالحط ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون أترأيت من اتخذ إلهه هواه وأغله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشابا فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكعون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الزهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالتوا بآبائنا إن كنتم صابطين قل الله يحييكم ثم يمئتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة دافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستمسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا بعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتموا وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن بعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن غن إلا غن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نمساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزوءا وغضتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم